تم القبض على اللي قتلوا الأشقاء الاثنين؟ نعم تم القاء القبض على القتلة وتم القاء القبض على الأشخاص اللي يعني قاموا بأعمال همجية نعم روعوا السكان روعوا المواطنين وبالتالي هؤلاء سوف يعاملون بمواد قانونية ضمن قوانين مكافحة الإرهاب لأن اليوم هذا عمال الحرق والتهديد واستخدام الأسلحة والإطلاق العيارات النارية مجلس القضاء الأعلى أصدر تعليماته الواضحة والصريحة بأنها تندرج تحت مواد مكافحة الإرهاب لذلك نحن نهيب بالمواطنين يعني اليوم تتكلمت حضرتك قلت أنه الضعف في الشرطة لا بالعكس الشرطة سوف تتخذ أقسى الإجراءات وسوف يكون سيادة تلواء قلت هناك لربما يكون ضعف في تطبيق القانون اليوم حتى الشرطي من يريد يطبق القانون همين يروح يندق بابه ومن الممكن بأنه يقوموا عشائريا ومن الممكن بأنه حتى يدقون بيته مصارت هاي الحالات عدكم الآن غلطان الآن يتحدث على الضعف وأحنا اللي نتمنى بأنه القانون يطبق على الجميع كنا ويا القانون نفرح من نشوف أكو قانون وكو قوة لكن اليوم حتى الشرطي بدأ يجبجب من التدخل بهذه المشاكل العالم قامت تستنجد بيهم يعني يظل متوقف في مكانه ما يدري إذا يتدخل يقاموا عشائريا أو يهددوا بأهله وبناسه وبأطفاله فهنا الإجراء اللي مفروض يكون شنو هو أحسنت أستاذ ياسر فعلا كلامك صحيح يعني إحنا في وقت من الأوقات يعني الشرطة أي موظف مكلف بخدمة عامة يعني تعرضوا إلى اعتداءات سواء شرطة مرور أو شرطة في مكان آخر أو مدرس أو طبيب أو أي شخص للأسف هذه الحالة حالة عدم احترام القانون يعني تقريبا حالة في فترة من الفترات اتسعت بشكل كثير ويعني في مناطق عديدة من البلاد